صحة في تونس مجز الأخبار على الحياة فن العاشرة سباحا هنا من الحياة فن مهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري المجزة تراجع العجز التجاري لتونس خلال شهرين الأولين من سنة 23 و 2000 إلى 2358.5 مليون دينار وتراجع إلى 2358.5 مليون دينار مقابل عجز بقيمات 2553.9 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة الماضية وذلك وفق ما أكده المعهد الوطني للأحصاء وقد سجلت نسبة تغطية الوردات بالصديرات تحسنا بثلاثة فاصلة واحد نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 22 و 2000 حيث بلغت 81% وفقا لبيانات المعهد حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الشهرين الأولين من سنة 23 و 2000 التي نشرها مساء أمس الجمعة ويفسر عجز الميزان التجاري للسلاع على المستوى الجملي المبادلات حسب المعهد بالأساس بالعجز المسجل مع بعض البلدان كالصين 1179.6 مليون دينار والتركيا 471.7 مليون دينار والجزائر 974.5 مليون دينار وروسيا 400.1 مليون دينار وأوكرانيا 288.6 مليون وفي المقابل سجلت المبادلات التجارية للسلاع فائزا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 958.6 مليون دينار وألمانيا 591.8 مليون دينار وإيطاليا 220.2 مليون دينار وليبيا 391.2 مليون دينار وفي سياقنا آخر توقع عميد الهيئة الوطنية المحامين حاتم نمزيو بأن يتفاعل رئيس الجمهورية قيس السعية ديجابيينة مع مبادرة الإنقاذ الوطني التي سيرفعونها إليه قريبا لأنه فيها مضامين متطورة ومنتزنة وفيها مصلحة البلاد وفق تعبيرها وأفاد نمزيو بأن مبادرة الإنقاذ سيقع الإعلان عنها على أقصى التقدير يوم العشرين أو الخامس والعشرين من مارس الجاري بعد إتمام عمل الخبراء في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقال عميد المحمين بأن في مبادرة الإنقاذ مضامين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فيها حلول واقتراحات في مصلحة البلاد وليس الهدف منها أن نحل محل سلطة أخرى أو مجالس بل بالعكس نريد دعم بلادنا في إطار دورنا الوطني في اقتراح حلول ومبادرات ومضامين تسهل الخروج من الأزمة الصعبة التي تعيشها تونس واعتبر عميد الهيئة الوطنية المحامين التونسيين بأن التفكير في تقديم هذه المبادرة جعله يلمش في الفترة الأخيرة العديد من الإيجابيات على مستوى تتبع الفساد الاقتصادية وبدأت الدولة تسرع نحو بعض الحلول الاقتصادية غير أن هناك من ناحية أخرى سلبيات الحقوق والحريات وهناك المرسوم الرابع والخمسين على حد تعبيرها ويقف وراء مبادرة الإنقاذ الوطني كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى تونسي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقال عميد المحامين بشأن حل البلديات وتعويذها بالنيابات الخصوصية بأن البلديات أتمت تقريبا مدتها النيابية التي تبقى منها شهران فنحن في مرحلة الاستثناء وراء رئيس الجمهورية حلها وأضاف ما يهمنا هو انتهاء هذه المرحلة الاستثنائية وأن نذهب نحو الاستقرار مع مجلس نواب جديد ومجالس بلدية وانتخب بقانون جديد يجعل الشعب يقول كلمته عبر الصندوق وينتخب مجالس جديدة كي نذهب نحو الاستقرار النيائي ونعبر نهائيا ونعبر نهائيا نحو الديمقراطية وتشاركية وأن تزدهر بلدنا صدر أمس الجمعة بل عدد الأخير من الرائد الرسمي لجمهورية التونسية الأمر عدد مئتين وستة لسنة ثلاث وعشرين والفين والمؤرخ في السادس من مارس الجاري والقاذي بالموافق على العقد المساعدة المبرم بين تونس والمؤسسة المنية القروضة من أجل الأعمار في إطار برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس وتجر إشارا لأن قيمة المساعدات قدرت بتسعة وثلاثين فاصل ثمانية وخمسين مليون أورو أي ما يعادل تقريبا مئة واثنين وثلاثين مليار من المليمات التونسية نهاية الموعد الإخباري الموجز قدمه لكم نصر الدين حميدة ألتقي وإياكم في موعد إخباري أخرى إلى اللقاء